أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة بما يحقق الأهداف المشتركة جاء ذلك خلال استقبال سعادته لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة حيث أشهد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بدور وزارة الأشغال مشددين على حرص الجمعية للتعاون مع وزارة الأشغال من خلال دعم ومساندة برامج الوزارة ومشاريعها المستقبلية وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها وزارة الأشغال لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين والتي تسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتساهم في الارتقاء بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة شراكة بناءة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين في شتى المجالات وتحديدا في قطاع البنى التحتية الخاص بوزارة الأشغال الذي يترجم هذه الشراكة على أرض الواقع من خلال المشاريع المهمة والفعالة كالطرقات والتقطعات وغيرها والتي تأتي بهدف تطوير الخدمة العامة بما يتماشى مع التطورات المختلفة التي تشهدها المملكة مملكة البحرين وفرت جميع الأدوات المحفزة للشراكة مع القطاع الخاص لتتميز هذه العلاقة وتنعكس أثرها بشكل إيجابي بتنفيذ المشاريع النوعية إيمانا منها بأن مشاريع البنية التحتية تمثل دعامة أساسية في دفع عجلة التنمية حيث تمت إعادة رسم دور القطاع الحكومي من محرك رئيسي إلى منظم ودعم للعملية التنموية وإشراك القطاع الخاص كمحرك أساسي لدفع الاقتصاد وعجلة التنمية مزيج من الخبرة العلمية والدعم الحكومي يرفع الكفاءة التشغيلية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية المهمة ويفتح مجالات جديدة للأعمال ويسهم في تحسين المشهد الاستثماري ما يرفع المكانة الاقتصادية للمملكة ويثري المشهد الحضاري في زواياها